نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفي العنوين وزير الله خارجية القطرية في واشنطن لبحث الأزمة الخليجية والإدارة الأمريكية تضع شروطاً للحل واشنطن تهدد النظام السوري بدفع ثمن باهض بعد رصدها تحركات لشن هجوم كيميائي والكريملين يصف التهديدات بغير المقبولة طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة حماس تحذر أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة والبداية بملف الأزمة الخليجية حيث يلتقي وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبدالله الصباح بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة واشنطن اليوم وذلك لبحث ثدعيات الأزمة وسبول حلها أزالة الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن قطر تجري مراجعة دقيقة لسلسلة مطالب دول الحصار التي قدمتها كل من البحرين ومصر والسعودية والإمارات مشيرة إلى أنه من الصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب واشنطن تواصل مساعيها لإيجاد حل للأزمة الخليجية تتتالى اللقاءات المتعلقة بالخليج وآخرها اللقاء المترتب بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره القطري توقيت زيارة وزيرة الخارجية القطري في واشنطن ظني أنها تأتي في توقيت ذكي نظرا لأنها جاءت بعد انتهاء زيارات الأطراف الأخرى أصاحبت الأزمة ومن ثم هي ستأتي للرد على جميع الحجج غير المنطقية والمطالب المستفزة كما وصفها وزير الخارجية الألماني وغيره ومن ثم هي تأتي للرد على كل هذه المطالب موقف واشنطن من الأزمة بدأت تتكشف معالمه بعد تصريحات الخارجية التي أكدت فيها على صعوبة تنفيذ بعض مطالب دول الحصار لقطار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وفي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي قال إنه سيحجب الموافقة على بيع أسلحة لدول الخليج قبل التوصل إلى حل للأزمة رسالة توضح من جهة موقف واشنطن الذي بدأ متذبدبا في بداية الأزمة لكنها أيضا تضع شرطا لأطرافها بضرورة التوصل إلى حلين في أقرب وقت واشنطن تضع شروطا لعلاقاتها مع دول الخليج بحدث حل الأزمة شروطنا قد تغير قواعد المحادثات المقبلة في العاصمة الأمريكية ريمة محمدية تلفزيون العربي واشنطن حذرت الولايات المتحدة النظام السوري وقواته العسكرية بدفع ثمن باهض في حال شن هجوم كيميائي جديد في سوريا وقال البيت الأبيض في بيان إنه تم رصد تحضيرات لشن هجوم كيميائي في البلاد من قبل نظام الأسد مشيرا إلى أن التحضيرات شبيهة بتلك التي سبقت هجوم الكيميائي في نيسان أبريل الماضية كما حذرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من أن أي هجمات كيميائية مستقبلية على الشعب السوري لن يوجه اللوم فيها إلى نظام الأسد فحسب بل أيضا إلى روسيا وإيران التي تدعمانه لقتل شعبها حسب قولها في ذات السياق نددت روسيا بتهديدات واشنطن لنظام الأسد بشأن التحضير لهجمات كيميائية وصفة إياها بغير المقبولة أفدت مصادر ميدانية أن أكثر من أربعين سجينا قتلوا إثر قصف طائرات التحالف الدولي أمس سجنا تابعا لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الميادين شرق دير الزهر المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن تنظيم الدولة ربما كان يستخدم السجن الواقع على أطراف قرية الطيبة لاحتجاز عدد كبير من عناصر المعارضة والمدنيين في غضنية ذلك شن الطائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولية غارات على مدينة القورية في ريف دير الزهر الشرقية أدت إلى مقتل 12 مدنيا جميعهم من النازحين من محافظة الرقة تتواصل للشبكات بينما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية على أطراف حي الصناعة ومحيط السوري الأثري في مدينة الرقة وسط قصف جويا ومدفعيا عنيف فحين أعلن تنظيم الدولة تمكنه من قتل سبعة عناصر في منطقة الكسرات جنوبية المدينة من جهتها سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية الفريخ التي تقع على بعد 6 كيلومترات جنوب مدينة الرقة عقب الشبكات مع تنظيم الدولة شنت طائرات حربية إسرائيلية ثلاث غارات على الأقل في وقت مبكر من فجر اليوم استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطع غزة وبحسب المصادر الطبية فلما تشزل إصابات في صفوف المدنيين جراء القصف الذي أعقب سقوط قذيفة على إسرائيل في منطقة مفتوحة لم تصفر عن وقوع إصابات وتزعم إسرائيل أنها أبلقت من قطاع غزة وتبنته إحدى الجماعات السلفية أذعى قال النطق باسم حركة حماس فوز برهوم إن زعم الاحتلال الإسرائيلي اطلق صاروخ من غزة وإصدار بيان باسم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف مواقع للمقاومة هو لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة محذرا من التمادي فيها أصيب ثمانية شبان فلسطينيين من بينهم مسعف في الإغاثة الطبية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيمة دهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم وفادت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم فجر اليوم وحاصرته من عدة مداخل فيما دارت مواجهات بين الجيش والشبان شهود عيان أكدوا استهداف جنود الاحتلال لفريق المصعفين رغم ارتدائهم ملابس تؤكد هويتهم بشكل واضح في سياق متصل شارت مصادر ميدانية نشاب آخر أصيب بجروح جراء تعرضه للدهس المتعمد من قبل آلية عسكرية إسرائيلية كشف مسؤول في الشرطة الاتحادية العراقية أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يتحصنون بالمدينة القديمة بمساحة لا تتجاوز 600 متر مكتدة بالمنازل والأزقة الضيقة أضف المسؤول أن قوات مشتركة من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والحجد الشعبي ستصل إلى شارع الكورنيش المحاذي لنهر دجلة في غضون أيام قليلة عبر هذه الأزقة الضيقة تندفع القوات العراقية بمختلف صنوفها لاستعادة آخر مربع في المدينة القديمة لم تقف المنازل المفخخة وشدة القتال الذي يبديه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة حائلا دون تقدم القوات العراقية الضيقة يستحيل فيها القتال المدرع من غرفة إلى غرفة يطارد عناصر الرد السريع والشرطة الاتحادية ما تبقى من مقاتلي التنظيم القادة الميدانيون يؤكدون أنهم يحاصرون عناصر التنظيم من كل اتجاه بمساحة تقدر بأقل من كيلو متر واحد فقط وهي مساحة يتربع عليها جامع النوري وما جاوره من حواري السرج خانة والمشاهدة والخزرج والنبي جرجيس ورأس الخور وإجزاء من باب الطوب المكسب الأحدث للقوات العراقية هو السيطرة الكاملة على حي الفاروق الأولى والمجمع الطبي لحي شفاء الذي كان أهم معاقل التنظيم في المدينة القديمة للموصل وبالمقابل يبشر رئيس الحكومة حيدر العبادي العراقيين بأن ساعة النصر باتت قريبة شفيق عبد الجبار التلفزيون العربي مشاهدين بالعودة للزيارة التي يجريها وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ينضم إلينا للمزيد من المتابعة من العاصمة القطرية دوحة محرر شؤون السياسية في جريدة القدس العربي عثمان مختار أهلا وسهلا بك سيد عثمان بداية ما الذي يمكن أن نقرأه في توقيت هذه الزيارة وأيضا ما المتوقع أن يتتبى مناقشته بين المسؤول أو وزير الخارجية القطري والمسؤولين الأمريكيين خلال هذه الزيارة أهلا وسهلا وعيد مبارك بالصحيفة العربي الجديد وليس القدس العربي عفوا يعني بالبداية يمكن ملاحظة من الزيارة تتزامن مع تقارير أمريكية صدرت عن وسائل إعلام وتسريبات لمراكز بحوث أكدت بأن واشنطن غير مقتنعة بمطالب الدول المحاصرة للدوحة هذا مؤشر كبير أكده توم ريكس كبير الباحثين المختصين بشؤون الشرق الأوسط صباح اليوم قال هنا قناعة تامة بأن هذه الطلبات غير منطقية واستفزازية بنفس الوقت ولا يمكن لأي دولة تقبل بها باحث ثاني شبه الطلبات بأنها كأنما الدولة خرجت من حرب خاسرة وأمليت عليها هذه الطلبات الزيارة اليوم أنا باعتقادي الشخصي وجود وزير الدولة الكويتي يعني هو محاولة للضغط على الدول المحاصرة للدوحة بأنه تعطي طلبات منطقية غير هذه الطلبات أو تقدم أدلة على الأقل على الطلبات الأولى التي قدمتها باتهامها للدوحة بمسائل حزب الله ثم ضد حزب الله تنظيم داعش ثم ضد داعش تنظيم القاعدة طلبات مرتبكة مثل ما وصفتها مراكز بحوث غربية لذلك هناك سيناريو هين السيناريو الأول أن تضغط الولايات المتحدة ليس على قطر بل على الدول المحاصرة لكي تقدم طلبات منطقية واقعية يمكن للشارع لا نقول للشارع العربي بل للشارع العالمي لأن الأزمة باتت هي أزمة دولية أو أزمة عالمية خاصة إذا ما نعرف بين القلق في السوق الأوروبي كبير بسبب ثقل قطر الاقتصادي وثقلها بسوق البترول وهناك حملة حملة محاصرة واقعة حاليا لذلك يمكن القول بأن الرياح تجري بما تشتهد دوحة هذه المرة بمعنى الصح بأن الدول التي قررت حصار قطر هي اليوم باتت محاصرة ويضغط عليها لتقديم إما أدلة أو تقديم طلبات غير هذه الطلبات سيد عثمان بناء على ذلك هل نتوقع الآن أرد رسم قطر قريب على لائحة هذه المطالب خاصة أن كما ذكرت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت حاضر خلال هذه اللقاءات والكويت التي تقود مساعي وساطة متواصلة من بدء هذه الأزمة يعني شوفي أختي المتتبع لسياسة قطر الخارجية منذ أكثر من عشرين عام يمكن له أن يجزم بأن قطر لن تتسرح بالرد على هذه الطلبات لعدة أسباب السبب الأول أنها لا تريد أن تقطع شعرة معاوية شعرة الصلح بمعنى آخر هي لا تريد للشعوب الخليجية الانقسام أو أن تنسح بالأزمة على الشارع الخليجي لذلك نجد حتى في وسائل الإعلام الرسمية القطرية هو الطرح الهادي والطرح البناء أو الطرح التصالحي على أقل مثال عكس وسائل الإعلام للدول المحاصرة لذلك لا أعتقد سيكون رد بشكل مباشر بأن الدوحة ترفض هذه الطلبات ولن يكون هناك موافقة قطرية على هذه الطلبات الدوحة أذكى من ذلك بل ستترك الجواب على هذه الطلبات من الرأي العالمي وأعتقد بأن الرأي العالمي الدولي اليوم مسؤولين أمميين مسؤولين دوليين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هم ردوا نيابة عن قطر أحدهم قال طلبات استفزازية آخر قال غير منطقية وذهب ثالث إلى وصفها بطلبات هوجاء أحمجية عفوا هذه ردود الفعل الغربية فكيف ستكون ردود فعل الدوحة أشكرك جزيل الشكر على جملة هذه التفاصيل والمعلومات محرر شؤون السياسية في صحيفة العربي الجديد عثمان المختار كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة وبالعودة مشاهدينا إلى الملف الفلسطيني والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر هذا اليوم ننضم إلينا من غزة الكاتب الصحفي إبراهيم المدهون بداية سيد إبراهيم ما طبيعة هذه المواقع التي تم استهدافها من قبل الغارات الإسرائيلية اليوم هل يمكن تصنيفها في إطار الرد الإسرائيلي على ما تزعم أنها قذائف تطلق من قطاع غزة أم ربما أن الأمر أبعد من ذلك أنا أعتقد أن الأمر أبعد من ذلك هذه مواقع لكتائب القسام تم اختيارها بعناية ويمدو أنه الهدف من هذا القصف عدم القتل ولكن استهداف بعض المواقع وإيصال بعض الرسائل بالإضافة إلى قياس ردود الفاعل خصوصا ردود الفاعل العالمية والدولية حول أي هجوم محتمل على قطاع غزة بالإضافة أنه يتزامن مع حالة تجريم قطاع غزة وحالة ترهيب أي اقتراب من قطاع غزة ولهذا بأتقادي أن هذا الاستهداف لم يكن بريئا ولم يكن فقط في إطار وكل استهداف إسرائيلي هو عدوان ولم يكن بريئا ولكن هذا الاستهداف لم يكن ردا على الساروخ بخدر ما هو إيصار رسائل خصوصا بما يرتبط بمحيطه أو بالواقع الذي تعيشه المنطقة ومحاولة حشر قطاع غزة بالزاوية والتضييق عليه هل نحن سيد إبراهيم في سياق ربما فقط تضييق رزمة الرواتب أيضا أم أن الأمر ربما يمكن أن نصفه أو أن نضعه في خانة جس النبض قبل شن أي عملية عسكرية واسعة نطق في قطاع غزة والآن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسات ضد قطاع غزة هذه السياسة هو تجريم القطاع ومحاولة وصمه بالإرهاب ومحاولة وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وللأسف قد نجح وقد انجرت بعض الدول العربية لهذا بالإضافة طبعا للولايات المتحدة الأمريكية أيضا محاولة قطع كل سبل الحياة عن قطاع غزة ما يحدث في القطاع اليوم هو عدوان مستمر عدوان اللحظة عدوان الدقيقة هناك كل لحظة وكل ساعة تقريبا يموت أحد المرضى الذي لا يسمح لهم بالعلاج خارج قطاع غزة هناك نقص بالأدوية نقص بالكهرباء بشكل كبير أو بشكل حاد هناك وقف لعملية الإعمار هناك تضييق على قطاع غزة حتى يتحول القطاع إلى قطاع منهق غير قادر على الصراخ أعتقد أن هناك أيضا حرب على الآلة الإعلامية التي تساند قطاع غزة وأنتم تعرفون أن هناك محاولة لاستهداف الكثير من الفضائيات والقنوات بالإضافة لعمليات حجب المواقع في الدول العربية ولدى السلطة الفلسطينية كل ذلك باعتقادي أنه تهيئ لمحاولة الإنقضاض على قطاع غزة فيما يعرف بصفقة الخرن وترتيب المنطقة بعيدة أو ترتيب المنطقة لتكون منطقة خالية من أي صوت مقاوم للاحتلال الإسرائيلي هذا يبدو الصورة بشكل أعمق وأشمل أشكرك جزيل شكر الكاتب الصحفي إبراهيم المدهون كنت معنا من غزة نشرتنا متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل مخاوف من خطوة آرانكو لطرح العرض الأولي لسهمها بعد العرض الخاص لبورصة لندن أهلا بكم من جديد سيطر الحوثيون وقوات صالح على منطقة بيت الصبيح شمال غربي مدينة عسلان بمحافظة شبو جنوب شرقي البلاد وأوضح مصدر عسكري يمني أن 12 من مقاتلي الحوثي وخمسة من مقاتل القوات الحكومية والمقاومة قتلوا إلى المعارك عنيفة شهدتها المنطقة وفي تعز جنوبا صدت المقاومة الشعبية هجوما للحوثيين في مديريتي المخا ومقبنة غربي المحافظة حيث يحابل الحوثيون وقوات صالح استعادة السيطرة على مواقع في المديريتين كما جدد الحوثيون استهداف مواقع لتمركز المقاومة في مناطق العسكر والتشريفات والقصر الجمهوري شرقي المدينة في ضوء التحديات الصعبة التي يواجهها القطاع المالي البريطاني بسبب تدعيات البريكسيت ترجعت كبرى صناديق الاستثمارية اللندنية عن معارضتها السابقة لتوجه برصة لندن في المشاركة في خطوة عرض السهم الأولي لشركة أرامكو السعودية العام المقبل معلومات أولية من هيئة التدقيق المالي البريطاني أشارت إلى أن برصة لندن بصدد تقديم عرض خاص لطرح السهم الأولي للشركة الدولية والتي تضم مصالح عائلات أو حكومات دول الأمر الذي يثير بوضوح إلى شركة أو يشير بوضوح إلى شركة أرامكو السعودية من جهة أخرى تبقى الكثير من المخاطر العالقة التي ستواجه خطوة أرامكو لطرح خمسة بالمئة من سهمها العام المقبل للمزيد من المتابعة ينضم علينا من غرفة الأخبار في التلفزيون العربية الخبير الاقتصادية أحمد ياسين إذن أحمد طرح سهم شركة أرامكو أبنفطية في أسواق البورسة هو خطوة تعول عليها السعودية بشدة لإعادة هيكلة اقتصادها لكن برأيك ما المخاطر التي قد تحيط بهذه الخطوة سواء لجهة المستثمرين وأيضا لجهة شركة من حجم أرامكو أحمد هل تسمعوني؟ فيما يبدو أن أحمد لا يسمعنا بشكل واضح على كل نشكره جزي للشكر أحمد ياسين الخبير الاقتصادي كان معنا من غرفة الأخبار أوقف قاضي فدرالي أمريكي أمس ترحيل ألف واربعمائة عراقية من الولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة أربعة عشر يوما للنظر فيما إذا كانت محكمته هي المكان المناسب للنظر في مخاوفهم من احتمال تعرضهم للتعويب في حال ترحيلهم نهائيا من البلاد في حين تصر وزارة العدل على أن المحكمة المحلية الأمريكية ليس لها اختصاص في قضية الهجرة وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية إن تعليق الترحيل ضرورية حتى يتمكن المواطنون العراقيون من التوجه إلى محكمة المجرى وتوضيح الخطر الذي سيتعرضون إليه في حال عودتهم إلى بلادهم كما يزعم الاتحاد أن الأفراد قد يرحلون قبل أن يتم النظر في قضيتهم وجه كبير المدعين الاتحاديين في البرازيل اتهاماتاً إلى الرئيس ميشيل تامر بتلقي رشم بملايين دولارات وذلك في ضربة قاسمة للرئيس والاستقرار السياسي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب والكونغرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي يحل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلماروسيف قبل نحو عام هذا ورفض مكتب تامر ومحاميه أنطونيو مايرز التعليق على هذه الاتهامات وكان تامر قد قال مراراً إنه لم يرتكب أي مخالفة قتل ضابط في المخابرات العسكرية الأوكرانية يدعى مكسيم شابوفال اليوم بانفجار عبوة ناسفة في سيارتها وتوفي الضابط نتيجة الانفجار وأصيب شخص آخر كان قرب السيارة أذو لم تقدم الشرطة الأوكرانية أي تفاصيل إضافية عن الحادث أو من يقف وراءها في حين وصفت وزارة الدفاع بأنه عمل إرهابي أهم أخبار دوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية يحتضن يوم غد ملعب كازان أرينا في روسيا مواجهة منتظرة تجمع بطل أوروبا منتخب البرتغالي أمام نظره منتخب تشيلي بطل أمريكا الجنوبية في النسختين الماضيتين وسيتأهل المنتخب الفائز من المباراة لمواجهة المنتصر من لقاء منتخبي ألمانيا والمكسيك في المباراة النهائية كتيبة السلساو التي ستشهد غياب المدافع بيبي بداع الإيقاف ستعول على الدون رونالدو أفضل لاعب في العالم لأربع مرات وهدى في البطولة حتى الآن برصيد هدفين بالتساوي مع الألمانيين لارس شتيندل وتيمو فرنر وعلى الجانب الآخر فأن منتخب لاروخا الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة سيدخل اللقاء بقيادة هجومه الضارب وفي مقدمته إليكسس سانشيز لاعبي أرسنال من أجل هزي شباك المنتخبي البرتغالي أعلن نادي نانت الفرنسي تعقده مع المدرب الإيطالي تلاوديو رانياري خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو لمدة عامين وتأخر التقديم الرسمي للرانياري بسبب قواعد رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا التي لا تسمح بعمل المدربين ممن هم فوق سن الخامسة والستين عاما وقاد المدرب الإيطالي لاعبي فريقه الجديد نانت الفرنسي في حصة الميران الأولى يذكر أن رانياري قاد لستر سيتي للتدويج بلقب البريمير ليج لأول مرة في تاريخه في الموسم قبل الماضي كشفت تقارير إخبارية عن سبب تأخر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في حاسم صفقة الفرنسي الشاب في هرنانديز ظهير التتكو مدريد وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ما يؤخر النادي الملكي عن الإعلان الرسمي عن الصفقة هو دفع مبلغ الانتقال وتوصلت إدارة الميرنجي إلى اتفاق مع إدارة الروخ بلانكوس من أجل ضم هرنانديز مقابل 26 مليون يورو وهو أكبر من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب كرمت رابطة كرة السلة الأمريكية يوم أمس راسل ويستبروك لاعب أوكلهوم سيتي بصفته أفضل لاعب في الموسم الماضي بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفاز ويستبروك بالجائزة بعد تسجيله رقما قياسيا من حيث الثراثيات المزدوجة إذ بلقت 42 ثلاثية متفوقا على جيمس هاردن صانع لعب هيوستن روكيتس وكواهي ليونارد لاعب سان أنتونيو سبيرز بمناسبة عيد الفطر نظمت مؤسسة مبادرون المقدسية مهرجانا طرفهيا للأطفال المهرجان وفار فسحة من الفرح والأمل لاستغار لا سيما وأن القدس المحتلة تخلو من المرافق والبرامج التي تعنى بالأطفال الفلسطينيين مرسلنا بشار صغير رصد هذه الأجواء وعدلنا هذا التقرير من تحت أنقاض الهموم والمناغصات اليومية تنهض عزيمة المقدسيين وإرادتهم بأن ينعموا بحياة طبعية يمرح فيها أطفالهم ويفرحون كنظرائهم في سائر أنحاء العالم لهذا نظمت مؤسسة المبادرون مهرجانا ربيع العيد الثاني المهرجان تضمن عروض المهرجين ودبكة الشعبية والمسرحيات وأنت مين؟ أنا؟ أنا لطنط نهار أنا جاي هون مع ولادي لأنهم بحبوا نطنطوا أرنوب وعشان لولاد الصغار ينبستوا حلو هيك شغلات عندنا هون في كتير ناس ما بتدر تروح مثلا على البحر على محلات عندهم أولاد صغار فهذا بيجذب لصغار أكثر لما تكون فيه مسرحيات وبللين ومهرجين فعاليات كهذه تكاد تكون المتنفسة الوحيد للمقدسيين فالقدس الشرقية حيث تسكنها أغلبية فلسطينية تفتقر للمرافق والبرامج التي تعنى بالأطفال وتنمية قدراتهم وطاقاتهم نعيد الأولي شيء للأطفال أنه نزرع البسم مع وجوههم ليس أول مرة بننظم مهرجان نحن اليوم بننظم هذا المهرجان باشتراك بسيط ورمزي والاشتراك بروح بالنهاية لرعي أنشطة أخرى تجدر الإشارة إلى أن المهرجان نظمة في مدرسة دار الطفل العربي والتي فتحت دوما أبوابها للعروض والبرامج التي من شأنها تعزيز الهوية الفلسطينية في العاصمة المحتلة بشار صغير التلفزيون العربي القدس بهذا نصر مشاهدين إلى ختم هذه النشرة زوروا مقاعنا على الانترنت العربي دوتي في كما بإمكانكم ابدأوا آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على حسن المتابعة اشتركوا في القناة